شاب شاب عمره في الثامنة عشر من العمر اتصل علي في وقت ظهيرة فلان هلأتيت إلينا إلى المغسلة ولمح قالوا هنا حادث مروري بشع ويوجد ثلاث من الشباب ويريدون رابعا معهم يغسل قلت ألم تجدوا غيري قالوا لعلك أن تأتي وتحتسب فاستعنت بالله وذهبت دخلت المغسلة أين أهل الميت قالوا لم يأتي أحد إلا هذا فنظرت إلى من أتى وإذا به شاب آخر قلت من أنت قال أنا ابن عمه قلت أين أهله قال أنا أتيت فدخلت فنظرت إلى الشاب شاب ضخم الجثة حنطي اللون ولكن موتته كانت غريبة فنظرت إليه فقلت لإخواني الذين يغسلون معي استعنى بالله شرعنا في الغسيل يا الله يا الله كم تعبنا في تغسيله الصالحون لا يتعب في تغسيله أما الطالحون يتعب حتى في تغسيله إذ بنا نقلبه فرأينا شيئا غريبة رأينا لونه بدأ يتحول إلى السواد شيئا فشيئا فقلت لإخواني الذين يغسلون إخواني في الله أسرعوا فأسرعنا ثم حملناه فوضعناه على الكفن والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره ما إن وضعناه على الكفن وإذ برائحة كريهة تخرج منه لا ندري من أين خرجت رائحة لا تشبهها رائحة المجاري حتى أكرمكم الله والله ما شممت أنتنا منها البتة خرجنا فرارا من المغسلة فتحنا الأبواب خرجنا الذي يكح والذي يخرج ما في بطنه والذي يتألم من الرائحة ذهبت إلى صاحبه إلى ابن عمه قلت له اتق الله يا فلان هذا يصلي قال ولماذا تسألون قلت والله لقد خرجت منه رائحة يا أخي لا نستطيع أن ندخل إلى المغسلة فنظر إليه وقال إن شاء الله أنه يصلي قلت إنها في ذمتك قال إن شاء الله دخلنا ما استطعنا أن ندخل والله ما استطعنا وإذ بأكبر ناس من يقول تلثموا وادخلوا ضعوا الكمامات على وجوهكم وادخلوا فدخل أحد الأخوة بسرعة يركض لكي يأتي لنا بكمامات أنا وضعت على أنفي وفمي شماغين اثنين وفوق ذلك الكمام ثم دخلنا مسلعين ثم فتحنا المراوح والشفاقات ثم كفناه بسرعة عطرنا المكان وأخرجناه قلنا لصاحبه اذهب به قالوا تصلون عليه قلنا لا اذهب به صلي عليه وأين هذه العلامة السيئة أمامنا ما استطعنا أن نصلي قلنا اذهب به وبعد يومين إذ بهذا الرجل يأتي ويسأل عني أين الذي سألني عن صلاة ذلك قالوا له في المكان الفلاني فأتاني قال لقد أذنبت ذنبا قلت أعرفه كذبت علينا قال يا ليتني كذبت فقط يا ليتني كذبت فقط أتعرف يا شيخ كيف مات هذا بهذه النهجة قالها أتعرف يا شيخ كيف مات هذا قلت له وكيف قال هذا لا يصلي صلاة منذ عرفته وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة اللواط ولم يغتسل حتى منها ومات والدخان في يده والأخاني في عربته يا شيخ أسمعتم أتعرفون لماذا خرجت تلك الرائحة لكي يضحه الله في الدنيا قبل الآخرة